السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزول في الله وانتحية كبيرة لكم وكل كماراكم معاكم لطفي دوب القانون بيش نحكي وعلى وين وصلنا بعض الحراكة أجماعة لهنا والناس اللي تبعوا بينا في صبحة بارك الله وفيكم أنا رأيي شخصي لازم ديما أجماعة نرجعوا للبرنسب ديما على الأساسيات اللي بدين عليهم الشعب الجزائري فخامت الشعب الجزائري خرج ضد العصابة هدي متفاهمين علىها هاد العصابة يا جماعة رأي كانت متكونة من جماعات 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 جماعة حكم الاقتصاد وحكم التجارة جماعة علي حداد ولف سيوه وسيدي السعيد هاده ما بانضية جماعة وجماعة أخرى حكمين السياسة كيمال فلان ولرندي وأحزاب الموالات وعمار هول يتلاعبوا جماعة في البلدية ولميار وكشفت بخي الانتخابات وسمع صوتكم انا عشي هي باش يوكلوا البلاد من جهة السياسة وكانت جماعة أخرى هي جماعة الجنرالات الفاسدين اللي كانوا يديروا في الإزافار اللي شوهوا سمعة الجيش أجماعة وهم كانوا ولادهم ولاد ولادهم وفاميلياتهم هم يشريوا الأراضي وليكنتونار ويوكلوا جماعة في البلاد من ناحية هذه وكانت جماعة السعيد جماعة الرئاسة مكتب الرئاسة المستشار وخو المستشار وولد عمه وولد أخت بوت الفليقة وولد خالتها هاد البنضية كل كانوا جماعات 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 الشعب خرج ضدهم كامل هاد العصابة الشعب كامل خرج ضدهم كل جمعة والشعب يتبت ويخرجوا بالألاف وبالملايين طيح عصابة من العصابات كل جمعة نشوفوا فيها العصابة السياسية طاحت قال واشلا فلان فككوا بوشير بقى راني معاكم وراني حتى نمع الحراكة وطاح الارندي ويحيا قال حتىنا والارندي قال كازم ديروا إصلاح ومبعدك طاحت جماعة البنضية التجارة والصناعة هديك حلي حداد ولفسي يداروا عليه ونحا طاحت كل سمانة طيح جماعة من جماعات حتى نوصلنا للمرحلة هادية وانتقاوا دو كلان جماعة الجنرالات اللي حكينا عليهم اللي يفسدوا البلاد وولادهم وفاميلياتهم رب يسأل عليهم وجماعة مكتب الرئاسة تاع السعيد وتفليقة ولكرنداك ها هم هادا الجماعة بقاوا جماع ها هم تنفسين هادا هم اللي بقاوا وهما قويين في زوزة وكل واحد فيهم خارج عن القانون هادا السعيد قادر في اي لحظة يبعت القايد صالحة ويقول وراك تخرج الريترات لانك 80 سنة قانونيا سيبون هاي رح تلعب يسنيلوا من عند الرئيس ويقولوا اخرج يقولوا حتى انا انت اكرا ارلا الوا رك انت نبق عليك المادة 102 والمادة 7 والمادة منعف شهية 8 رم في زوز ارلا الوا بصح باش يربحوا دورك بيناتهم مجمعه شكوني رح يكسب العاطفة على الشعب لازم واحد فيهم يكسب الشعب باش هو اليطلعك شغوله يدومي في نال فهمتهم يلعبوا مع بعضهم يربح يقابل الشعب دورك شكون فيهم رح يكسب الشعب السعيد حاولوا يديروا خطة وشهية قال لك ذوك نكسبوا العاطفة على الشعب ونجيبوا شخصية توافقية كما اليمين زروال ونطلعوه ونقولوا صاهي باش يجدوا النظام جديد بصح اليمين زروال كما شفتوا ورفضوا فاقلهم وفاق باللعبة تحم صالح حاب يكسب العاطفة على الشعب وقال لهم اسمعهم كين بانضية حاكمين البلاد ورميت امروا وكشغل الشعب ما اعملوه وكشغل انتك خايف منه وكشغل انتك خايف منه فهو حاب يكسب العاطفة والناس بدات التفاقة تسمى هما دو كلان بيناتهم قاو شكون الكلان الجايلي رح يطيح قبل الجمعة الاخيرة باش يزيد يطيح لاخر هذا هو المسلسل اللي وصلنا ليه هجماع كل واحد يستعمل في اللي كارت باش يكسب الشعب لانه الشعب ولا صح قوي الشعب ولا فارض روحه الشعب ولا ما يخافهمش وهم ولا ويخافوا الشعب فكل واحد يتلاعب لا راني مع الشعب لان انا نطلب التبات نطلب الصبر تفريكي فقلت لكم سيلا دومي فينال اذا حاب تساند انت الجايد باش يطيحوا السعيد تساند وارب يسهل عليك باش تطلع لاخر بين الجايد والجنرالات الفاسدين بين هادمه وبين الشعب لانهم شوهوا سمعة الجيش والجيش كيما نقول والحمد الله ربي استرنا انه الشعب والجيش هذي كلاسوش تاع الجيش متوحدين هجماع الجندي البسيط وضباط الصف و هادمه كل اشتركوا في القناة موسيقى